بين الحسم العسكري والحل السلمي تعيش اليمن حالة من الترقب والقلق فيما ما تزال انظار الكثير من ابنائها باتجاه الكويت حيث تستأنف المشاورات جولتها الثانية بين الحكومة والانقلابيين طريق السلام وان كان قصيرا هذه المرة قد لا يبدو معبدا كعادته امام الوفد الحكومي الذي قرر عبوره مجددا بعد ان كان علق مشاركته في الجولة الاستئنافية من مشاورات الكويت قرر مشاركة الوفد الحكومي في مشاورات الكويت الجولة الثانية والاخيرة ترى فيه السلطة والحكومة الشرعيتين تأكيدا على تشبثها بالسلام كخيار ما زال قيد الامكان على الرغم من كل العراقيل التي يضعها الانقلابيون على طريقه بقليل من الضمانات الدولية والتعهدات من قبل الانقلابيين وبدفعة اضافية من الصبر والتحدي تمد سلطة اليمنيين الشرعية يدها للسلام مع تمسكها الشديد بأسس الحوار ومرجعياته التي باتت امرا محسوما خارج دائرة النقاش او الجدل ثم تمؤشرات في ان مشاورات الكويت في جولتها الثانية لن تسير بذات الوتيرة المطاطية لجولتها الاولى التي استغرقت ثلاثة اشهر من الكر والفر دون الخروج بنتيجة سوى الاحباط ويرى مراقبون ان الجولة الحالية من المشاورات التي تم تحديد سقفها الزمانية باسبوعين ستكون مشاورات الفرصة الاخيرة امام الانقلابيين واختبارا نهائيا لمدى جديتهم في السلام خاصة بعد ان استنفذ الانقلابيون كل اكاذيبهم في الجولة الاولى بحيث لم تتبق في جعبة الحاوي حية جديدة